موسيقى مشاهدين الكرام مشاهدي تلفزيون الحياة أهلا ومرحبا بكم في جولة جديدة من جولات عين على البرلمان كما عودناكم نطوف كل القرى والنجوع والمراكز والمدن لنستطلع ونتعرف على مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية من محافظة الشرقية أحييكم وأحدثكم وبالتحديد من دائرة مركز هيهيا والإبراهيمية بصحبة النائب المحترم الأستاذ محمود شحات زايد نائب حزب الوفد عن دائرة الإبراهيمية وهيهيا برحب بيك سيد النائب ومعنا بعض من المواطنين من دائرة مركزي هيهيا والإبراهيمية لنتعرف على بعض المشاكل هنا يعني بداية اراحب بيك سيادة النائب اهلا بيك يا فاندم انتو شرفتوا هنا الدائرة وبنراحب بيك وبشكركم على اهتمامكم بمشاكل الناس ونشكر حزب الوفد لانتشاره وعرض خدماته وعرض مشاكل الدائرة على المسؤولين واحنا بنراحب بيك يعني خلينا بداية كده سيادة النائب نتعرف على يعني ابرز ما تم انجازه خلال الستة الاشهر الاولى منذ انعقاد مجلس النواب هو احنا بدأنا اجتماعات المجلس وبدأنا نقوم بدور القوانين الاديمة اللي هي صدرت في ايام الرئيس عدل منصور والرئيس عفتاح السيسي في غياب المجلس وده حوالي 344 قانون والحمد لله درسناه مؤقرنا المطلوب اقراره تبقى للقانون والدستور دي واحد نمر اثنين نشاطنا احنا كنواب في الدائرة طبعا احنا بدأنا مشاكل الصرف الصحي ودي ضرورة ملحة ودارتنا الوحيدة لنسبة الانجاز فيها السابق لان تتعدى 5 الى 10% والرئيس عفتاح السيسي وعد ان انا حوصل القرى على مستوى مصر خلال سنتين 2016 و2017 الى 50% فاحنا بنشتغل دلوقتي على اساس ان احنا بنجاهز القرى دي وبنجاهز الاماكن الخاصة بمحطات المعالجة ودي مشكلة بتقابلنا البنك الدولي بيقرد الدولة ومش حط في حساباته تكلفة الارض اللي هيقام عليها المشروع تبقى لتعاقده مع الحكومة المصرية فمشكلة دلوقتي اللي بتقابلنا هي الارض مكان محطة المعالجة اللي هي اللي تقلع عن 5 افدنا دي المفروض اللي هل بتتبرع بيا لغد دلوقتي احنا مش عارفين نقوم بتقابل انا اذر المقاطعة حركة بتتحدث عن معالجة مياه شرب ولا مياه صرف صحي مياه صرف صحي دي اساس في الدايرة في الدايرة في ايها والبرامة فدلوقتي احنا عندنا مشكل تلات مشاكل حوالي 8 قرى لمركز الابرامية وحوالي 15 قرية في مركز هاي مطلوب لكل المناطق دي التلات مناطق دي خمس فددين ونص ما يقرب من 2-3 مليون جنيه دول المفروضة على الاهالي طبقا للعقد المبرم بين الحكومة المصرية والبنك الدول احنا لغد دلوقتي محدش عايزة برا فالمشاريع وقفة فاني بطب الحكومة انها تنزع هذه الاراضي لنفع عام زو نفع عام بقرار يا من رئيس الوزر ومن رئيس الجمهورية وتعويض اصحاب الارض عشان نحل المشكلة دي لان الفلوس دي جاية من البنك الدولي في بنوكنا ومعطلة وانا اتكلمت مع سيد وزير الاسكان جال الفلوس دي موجودة طبعا دلوقتي احنا مش عارفين نعمل اجتماعات مع الاهالي على سين الناس تتبرع باراضي محدش عايزة تبرع باراضي وكلها بالفعل هي خدمات عامة ستعود بالنفع والكير على المواطنين اه هي موضوع سلوكياتنا في التبرع في الريف كده يعني محدودة شوية واحنا بنحاول نغير السلوك ده مع المواطنين بحيث الناس كل بلد تتبرع وتشتري الاراضي دي احنا شغلين في الموضوع ده بس انا عايز الحكومة تبصينا شوي تحاول تنزع ملكية الارض دي للمشروعات زو نفع عام مع تعويض المواطنين والكلام ده كان بيتم في السابق ليه ما يتمش دلوقتي ده يخليني اسأل حضرتك عن يعني ما يعني بعض المشروعات اللي افتتحها محافظة الشرقية كمحطة مياه العلقمة وغيرها من بعض المشروعات كان فيه برضو مزلقان وبعض المشروعات الاخرى هل شايف يعني هل ده كافي افتتح هذه المشروعات ولا المحافظة والمسؤولين التنفيذيين عليهم الكثير من المشاريع التي يجب ان تنفذ في يعني دائرة هي والابراهيمية هو المحافظ مشكورا نوارده نزل فتح اكتر من خمس ست مشاريع ودي بتحسب للحكومة وبتحسب للمحافظة واحنا مشينا عالطريق المشاريع بتخص المياه والصرف الصحي اولا ناد السكة الحديدة اللي كانت تعمل حوادث تمت بصورة حضرية كويسة ولي قام بها الهيئة لاندسية القاتل المسلحة ودي مشكورا وعملت عمارات في مركز هاهيا وروحنا افتتحناها ووزعنا شواء احنا والمحافظ والمحافظ النهاردة نزل فتح محطة مياه في العلقمة ونزل فتح جزء من مشروع الكهرباء على الدائرة بتاع هاهيا واحنا يعني البلد ماشي على خط مستقيم برضو ده كافية سيات النائب ولا منتظر للكثير وطبعا احنا انتوا عارفين ان البلد كانت شبه بلد زي من رئيس اهل يعني ما كانش فيه تمويل ولا كانش فيه مشروعات كلها محسوبية بدأنا نحط رجلين وبدأنا نشتغل واحدة واحدة وفي الامل طالما احنا فيه ناس وطنية بتشتغل يبا فيه تقدم يبا بدين واحدة خلينا احنا حرك هل في مركزي هيه والابراهيمية في قرى تصنف من القرى الاكثر فقرا واحتياجا هنا في مركزي هيه والابراهيمية هل موجودة؟ عندنا هنا الطرادية هنا في منطقة الابراهيمية دي اكثر فقرا عايزين ارض عشان يبني بها مدارس ما فيش ارض عايزين ارض عشان يبني عليها مركز شباب ما فيش ارض فمعظم المشروعات الخاصة دي المفروض بقى الدولة تتحرك معانا وتشوف موضوع شيرة الارض هي منزلوها اكثر فقرا اللي هي قرية الطرادية ولا اعتمادات خاصة بتطورها كل اللي واقف دلوقتي يحطين الموضوع على الاهل انه يتبرع بارض ما حدش يتبرع بارض غير قرية او اضافة الى قرية الطرادية يعني خليني برضو اعرف من حضرتك ايه من القرى الاخرى او ما هي القرى الاخرى اللي بيتم يعني بيتم ادرجها في الخطة الاستثمار التابعة طب الطبع للحكومة هنا في مركزي ههيا والابراهيميين هو القرى اللي نازلة خاصة بالصرف الصح عشان منع التلوث اغلب المشاريع هنا المفروض صرف الصح لان بلد بدون صرف الصحي المثالي مش مقبول تكون موجودة في مصر بعد الثورة ان فيه بلد من غير صرف الصحي لان صرف الصحي كل واحد بيعمله في بيته وخزان دي بقر التلوث وانت عارف الناس دي كل ايه تحادها مخايرة السي حيك بتتحدث عن الخزان اللي هو موجودة ذاتية او الترنش جامعة زي ما بيسمونه موجود كل بيت لكن لما يبقى فيه محطة معالجة بعيدة على شبكة كاملة وترميناك بتمنع التلوث زي الدول المتحضرة والقرى المتحضرة وليه ما نعملش كده وبعدين دي اساسي في البنية الاساسية ان مش كنا نهتم بالعنصر البشر ما نهتم بمين ما هو العنصر البشر هو اللي بيعمل التنمية يعمل عنصر البشر وهو مريضه يدوبك عمالي عالج في روحه واحنا عندنا العلاج العلاج هو عامل الصرف الصحي دي ما ياش مشكلة والريس حط دماغه في الموضوع ده احنا عايزين تنفيذه الاجهزة اللي اي ما بتنفيذه بقى اي ما بط جامد شايف ان فيه طباطق اه فيه طباطق جامد هو اللي عايز يزعل براحته بقى يقول لي ايه القرية اللي شغالين فيها في مركز ديبراهماي صرف صح ما فيش هذه القرى مدرجة تحت يعني خطط خطط الازهتمار تمويل من البنك الدولي موجود في البنوك قروض جاية ليها عشان نشغالها ودلوقت وقفة بحجة ان الاهالي مش عارفين يجيبوا الارض طب مش جايبين الارض الاهالي اه يعني هو اه يعني متوقفة على الاهالي طب هل ده من الممكن يخلي حضرتك تقدم طلب احاطة في مجلس النواب بصدد هذا الموضوع احنا قدمنا طلب احاطة للسيد وزير الاسكان اكتر من 35 طلب احاطة خاصة بالصرف الصح ويجي معالي الوزير قاعد معانا على المنصة ويسمع كل نايب بتكلم عن دايرته تمام ويمكن انتو شفتوه على الفضائيات وكل واحد بتكلم عن الصرف الصح ودي اساسي للبنية الاساسية للدولة البنية الاساسية للمشروعات ده امر رئيس قام بها بسرعة جانب البنية الاساسية الخاصة بالافراد والبشر بتاعنا عايزين نهتم به زي البنية الاساسية للاستثمار ليه ما نهتمش به وبعدين العنصر البشر هو اساسي هو اساسي في البلد هو اساسي الاستثمار وهو اساسي التنمية فدي احنا طلبنا من معالي الوزير ورجل مشكورا قال انا اعيد دراستي مع الشركات اللي قايمة بالموضوع ده واحنا مش سايبين الموضوع ده لان احنا كنواب مننزل دوهيرنا بقول انت عملتنا ايه انتو قلت حنجيب الصرف الصح لغاد دلوقت ما بانش حاج وفيه ناس جاي وزعلان بقول هنيجي ليه ما احنا نتكلمنا كتير فيه واحد هنا لجامعة غريب والعم ده جمال ولا ما احنا نتكلمنا كتير ده يا سيد نتكلم تاني هنعمل ايه يعني جلها هنعمل ايه فاحنا المفروض الاهتمام ده بالصرف الصح فكرة المتابعة من حضرتك ومن اي نائب في جميع الدوائر ده مطلوب طبعا مع المواطنين بشكل عام طيب خلينا ننتقل الى محور او مشكلة اخرى وبالطبع سنتحدث عن هذه المشكلات وهذه المطالب من الاهالي بتفاصيل من خلال اللقاءنا مع حضرات الضيوف لكن يعني مشكلة الطرق مشكلة عامة رصدتها كاميرا تعين على البرلمان ويعني ورصدناها من شكاوى المواطنين جميع الطرق الرئيسية والفرعية سيئة جدا وادي حضرتك مثال طريق يعني الزقذيق طريق هيه هي الإبراهيمية يعني هل برضو اسأل حريك عن طلبات احاطة تقدمت بيها بخصوص هذا الموضوع لا احنا دي الحقيقة يعني مع سيد المحافظ في موازنة جات لكل مركز وبالاشتراك مع النواب عادنا حطنانا الخطة الخاصة ب2016-2017 بما فيهم عمل طرق وعمل تغطيات وعمل كهرباء وكشفات والخدمات الموجودة اللي هي استكمال بناء وحدات محلية استكمال رصف طرق حاجات زي كده فدي وضعنا الخطة بتاعتها تبقى للمتاح احنا متاح لنا في مركز البرلمانية 9 مليون قعدنا في مجلس المدينة احنا ورؤساء الوحدات المحلية والنواب وضعنا خطة كاملة لن يحيد عنها احد عزر المقطع 9 مليون لمركز هيهية لمركز هيهية والابراهيمية مركز ابراهيمية بس 14 لمركز هيهية وبرضو عادنا انا والناية بعصام هناك ووضعنا خطة لمركز هيهية ودي تم التنفيذ اعتبارا من 1 سبع الموازنة الجديدة ده بالنسبة لشغل المحافظة خلينا ننتقل بالطبع ده كان بالفعل سؤالي القادم مشكلات الفلاحين بشكل عام مشكلات المزارع او الفلاح في هيهية والابراهيمية نقص شديد في مياه الراي او ازمة متكررة بتحصل في مياه الراي وايضا يعني زيادة يعني رصدنا برضو شكاوى من زيادة في او ارتفاع في اسعار السماد كيف ترى هذه المشكلة خاصة حضرتك بالطبع عضو في لجنة الزراع والراي بمجلس النواب هو الحقيقة انا عضو في لجنة الزراع في مجلس النواب ومشاكل المزارعين والفلاحين بدنا نعمل برنامج وخطة لها والسايدة الوزراء بيحضروا معنا وزير الزراع الدكتور عصان فايد ووزير الراي دكتور محمد عبد العاطي وطلبنا منه معدة حالات حاجولك عليها انا عندي هنا مشكلة في الدائرة هنا هو فيه تغطية مرة بجوار مدينة الابراهيمية انتداد لقرية لطرعة ابو الريش وفي الامام بحر الحصان بحر الحصان ده هو عليه خمس تلاف فدان بيتغزى من التغطية دي التغطية دي يبقى لعشرين سنة في اعتبر امرأة الافتراض انتهى دي واحد نمر اتنين ما بتصرفش مياه اكتر من عشرين في المياه من المطلوب تصرفه الارتفاع المياه في الامام متر والخلف نقص متر يعني المياه محجوزة يعني المياه عندنا هنا مش عارفة تعدى من التعادية نظرا لانهيار التغطية من الداخل انا طلبت اكتر من مرة ان التغطية دي تعاد الحقيقة في قدمت طلب لوكيل الوزارة هنا في الشرقية فعملوا دراسة فيه وكلامنا مصبوط فبعتوا كلام ده لمصر على اساس ان التغطية دي المفروض تزال طيب ماشي احنا عايزين نشتغل المهم ان احنا الامور بدت مش تمشي قوي جي الوزير معانا في اجتماع في لجنة الزراعة فعرضت عليه المشكلة تماما فالرجل صرح مباشرة لاجهزته ويقاعدين الموضوع ده خطير لازم يتم ارحت اني بعد يومين اللي اتم عاملوا دراسة واختروني ان احنا قررنا ازالة نص التغطية دي باربعة مليون لعدم التمويل فهنعمل مرحلة اولى باربعة مليون والمرحلة التانية باربعة مليون تانية بعدها بفترة جدا ومعالي الوزير الرأي مشكورا وافق على تنفيذ هذه التغطية التغطية دي هتخدم حوالي ست جماعات زراعية في المنطقة دي من اول كفر عوض سليمان لغاية البلاد المجاورة لها ودي كواس جدا 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 واحنا بنشكر الحكومة على تلبية طلب المواطنين لراحة المزارعين هذا دور من ادوار نائب الدائرة بالطبع يعني طيب خلينا ننتقل لمحور اخر وهو محور الصحة بشكل عام عفوا يعني كان وافقا لتصريحاتك الصحفية مؤخرا كنت بتتحدث عن يعني اغلب المستشفيات الموجودة بلا اطباء وبلا اعمال هنا في مركزي ههيا والابراهيمية يعني برضو هل تقدمت بطلب احاطة وشايف منظومة الصحة عمتا بشكل عام يعني في جميع محفظات الجمهورية عاملة ازاي احنا بالنسبة لمنظومة الصحة على مستوى مصر دي مشاكل متراقمة نعم معظم المستشفيات واحنا بتكلم على دائرتنا هنا مستشفى كفورنج ومستشفى الابراهيمية مستشفى كفورنج لا يعمل على تلات اربع فددين وكان مستشفى قديم وبانوا مستشفى تاني على ستمائة متر وللأسف عملوه مستشفى تكاملي كان قرار نزاء حتم الجبل عملوا ان يهد المستشفيات دي تلغى ويخلوها لتنظيم الاسرة والنسوان قبل السورة فطبعا احنا بعد السورة احنا عايزين نشغل المستشفيات دي فاتكلمنا مع رئيس مجلس الوزر في اجتماع مع نواب الشرعية وقالنا لو عندنا المستشفيات دي عايزين نشغل قال انا عندي ربعمية سبعة وتستين مستشفى على مستوى الجمهورية مش عارفين نعمل فيهم موقفة على العمل وعايز يستكمل تنفيذها او عايز هي متنفيذة كمباني ومشروعات واجهزة كل تشغيلها القرار من العنصر البشري يبقى فيها اطباء الناس تخش تتعالج فيها عجز في العنصر البشري فهو الرئيس الوزراء قال احنا بندرس ثلاث حلول عشان لابد نحل المشكلة دي حل ان احنا نحاول نخلي ادارة مستشفيات الجامعة تديرها ودي تحت الدراسة وحل تاني مشاركة مع الحكومة والقطاع الخاص لادارة هذه المستشفيات كاستثمار لصالح الناس يعني تصرف على روحها الحل التالت ان هو يعني نحاول نعمل تكلفات للدكاترة بحيث الدكتور يبقى ملتزم فعلا يكون موجود في المستشفي ده اللي احنا بنشتغل عليه منظومة الصحة عزشو وعملنا طلبات احاطة ووقف الوزير والدنيا كل ايه تهاجت عليه هنعمل ايه والوزير عنده ظروف ان مستشاره بتحاكم فما كانش عارف يقول ايه ونعمل ايه وبعدين انا بطلب من وزارة الصحة توقف المباني اتشغل اللي تبنى مش الوزير جايب لخطة مباني وخرسنات بكم مليار طب ما انا عندي مبنى قبل كده هو ما يشغله اللي يبني به مباني جديدة ده يشغل به المستشفيات الموجودة كل بلد فيها مستشفيات وقفة دلوقتي كله عمال يبني مستشفيات تبني مستشفيات ايه ما ينفعش واحنا قلنا له كلام ده في مجلس النواب انت اسرف على الموجود خليني يعني انتقل بك الى يعني المشكلات الشخصية او المشكلات اليومية الدائمة الفئوية والشخصية او المطالب الشخصية من بعض المواطنين ازاي كنائب ممكن تتعامل مع هذه المشكلات الشخصية يعني مع العلم انها وما اكثرها طبعا بالاضافة الى بالطبع الخدمات العامة التي من المفترض ان تقدمها للأهالي الدائرة هو احنا في حاجة برضو عز اتكلم حضرتك خاصة بالتربية والتعليم وملف التربية والتعليم موجود معايا لكن يعني كنت مماجره احنا اخدنا عليها مشوار كويس جدا من نسبة لل كان الرئيس زر اليابان عشان يشوف منظومة التعليم وازاي بيبنوا مادرين يعني ازاي مباني المدارس وازاي ادارة المدارس وازاي البرامج التعليمة الخاصة بيا والرئيس راح اليابان لان الرئيس ما بحطت حاجة في دماغه بيحاول يدرسها كويس جدا فهم الدولو حوالي خمسمائة مدرسة منح فبعتوا للمحافظات كل محافظة عايزة 8000 متر يعني بيبعتوا المجمع الياباني ده عن النظام الياباني عايز 8000 متر فطبعا بيبعتوا عايزين في الدنيم على حساب الناس او او ارض ملك الدولة مش لقين حاجة احنا درنا نعصر على ارض ما يقرب من 12000 متر فاضيين في المستشفى اللي ما بيشتغلش في مركز البرامية في كفور نجم اللي انتهت فيه فانا عمات مذكرة للسيد المحافظة قلت له انت مش لقين اراضي طبما انا عنده ارض فاضي قال لي فين الرد راح راجل موافق لها الطلب وراح محاولها لوزير الصحة لبدء في انهاء اجراءات نجلها للمجمع الياباني فالرجل المشكور عن الوزير برضو الصحة بعت لجنة من جيمة 3 ايام للمجلس المحل هنا لجنة من الوزارة الصحة لجنة من وكالة الوزارة في الشرقية لجنة من ادارة الصحة من البرامية عضوا من المجلس المحلي وعملوا محضر بالارض الموجودة دي واني شغال في الموضوع ده لابد يتبني باذن الله مجمع خاص النظام الياباني ده فيه ابتدائي واعدادي وسنة مصراعي وفيه نوع تأهيلي بحيث ان يطلع الطالب للعمل مش يطلع الطالب يقعد في الدار ويقولك مش لقيه لنه شغلانة احنا عذرة للمقاطعة احنا هنستكمل ملف التعليم واكثر من المحاور كثيرة وعايز اسأل حضرتك برضو عن يعني رأيك فيه اداء محافظة الشرقية والمسؤولين التنفيذين لكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل قصير وعودة مرة اخرى ابقوا معنا مشاهدين الكرام مشاهدي عين على البرلمان اهلا بكم مرة اخرى واستكمالا لحوارنا مع النائب المحترم المهندس محمود شحاتة زايد نائب دائرة ههيا والابراهيمية بمحافظة الشرقية سيد النائب راح بحريك مرة اخرى ضيفا كريما في عين على البرلمان شرفت ونورت ودائرة بتاعتك كنا نتحدث قبل الفاصل او كان سؤالي قبل الفاصل عن رأي حضرتك في اداء محافظة الشرقية والمسؤولين التنفيذين هنا بالمحافظة اولا يعني مبدئيا انا احب اشكر الدكتور سيد البادر رئيس حزب الوفد على اهتمامه بالنواب واهتمامه بمشاكل الناس واهتمام قناة وقناة الحياة بمشاكل الجميلة فانا بشكركم تماما وشرفتونا ونورتو الدائرة وده يعني برضو محسوب ليكم من المجهود الوطني اللي خاص بتنمية بلدنا كاميرا عين على البرلمان دايما بتسعى لرصد جميع مشكلات المواطنين في جميع وشتى بقاع يعني محافظة الجمهورية جميعا احنا بنشكركم تماما واحنا متابعين برامجكم برامجكم ممتاز جدا ولحسن الحظ ان هي ملاش دعوة بالنواح السياسية هي بتتكلم في مصالح الناس ومصالح الجمهور وتنمية مصر اداء المحافظ والمسؤولين التنفيذين بالمحافظة احنا عندنا محافظ ابن من ابناء الشرقية ومن المدرسة العسكرية اللي احنا بنعتزي بها الراجل ده جاه قريب وشغال واعتقد من هو ما بنامشي يعني مش عنده وقت يلبس كرفت دايما تلاقي لابس الاميس والجاكت دي تدول على ان الراجل مش فاضي يتألفط وتزبط عملي دي بتدول على ان الراجل بيلبس اميس ومبنطلون وينزل مش هاد فاضي ان هو وعد يلبس كرفتة وخصة وبدلة حمرة وبدلة خضرة وكلام بين ده الراجل محترم ومشغول جدا جدا ويمكن النهار ده في رمضان شغال في تحت مشروعات وفي اخر النهار فطار ومؤتمر في مركز ابو كبير فطبعا ده محافظ نشيط واحنا كلنا بنعتز به وبنحاول نساعده تماما في اعماله يعني منظومة الجهزة التنفيذية المشكلة حواليه هو الجهزة التنفيذية هو الراجل جه نظم المنظومة دي نظمها ازاي بدأ ينقل ناس من مكان الى مكان الناس اللي هي اللي هي لها فلسفة غير ماشية مع الجماهير بيحاول بدل ما بيدي جزاءات جاندة ويعملين ايه لو اللي بنكفر صقر والدبو كبير ده هنا علس الناس يعني ايه تنضبط كل واحد يخاف على شغله عشان ما يتنقلش فدي فلسفة احنا ساعدنا فيها كنا بنزع نقوله ان نقلت فلان رجعه تاني بتاقى جالت ساعدوه وهنا بنقل ان عارفة تيجي نتقارير ان مش مصورة اودي النحيات دي يجيبه النحيات دي مال هعمل ايه فيهم غير كده ماتسبونا نظم فاسبناه فهو بنظم دلوقتي المحافظة بين الانا ادارة عندساة يوديها من كفر صقر لابو كبير ابو كبير هي حلو جميل جدا الراجل شايف شغله تماما واحنا بنساعده على كده واحنا بنقاية قراراته تماما يعني لان ده كله للصالح العام وبعدين ما نستعجلش على الناس يعني ما هو رجل شغال وبقاله تلت شهور ولا اربع شهور يعني ما زادش عن كده وحلو له بصمات موجودة وله تحرقات في كل بلاد وماشي كويس جدا طيب لو هننتقل الى محور اخر او مطلب او مشكلة بتعانوا منها هنا في كاهالي هيهية والابراهيمية اتعرف على حضرتك ولو هنعرض المشكلة بتفاصيل اكتر والله احنا المشاكل كتير بس احنا مش هنتكلم في انا هتكلم في جزئية واحدة الا وهي مشكلة الراي عندنا حوالي 1500 متر بالمتر الطولي ترعة البارد هذه الترعة يلقى فيها القمامة كل يوم الاف المرات كل المواطنين بيرموا فيها القمامة الترعة دي بتربط بين كريتين الخضرية وكفور نجم الكريتين بيستفادوا من ترعة البارد كمياه الراي بتخدم اكتر من 6000 فدان او 7000 فدان جزء منهم بسيط في الخضرية حوالي 3000 فدان بتخدم في الكفور حوالي 4000 فدان صلاح زراعي مع زيادة القمامة وانتشارها طبعا بيأصل على نسبة مياه الراي بالتالي احنا لما نغطي دي بس احنا بنطالب سيادة الوزير الدكتور محمد العوضي ان يهتم محمد عبدالعاطي ان يهتم بدخول النائب عليه النائب مضغوط النائب مضغوط مضغوط من الاف الله يعني شوف نائب نجح بخمسين الف صوت الخمسين الف صوت بنتكلم اهتمام وزير الراي وزير الراي لابد وان يهتم بدخول النائب الا ان النائب مضغوط النهاردة كله عايز مصالح احنا بنتكلم في المصالح العام وليس الخاصة الخاصة جانبا نتجنبها تماما نتكلم في المصالح العامة المصالح العامة الترع دي بتخدم حوالي سبع تلف الدان زي مقولت لحضراتك عليش هنقول اسم الترع تاني بعد ازنك ترعة البارد البارد اعم بلد النائب نعم فشوف لما تب ترعة في بلد النائب مش عارفين نغطيها وبطالب برضو سيادة الوزير ان هتنعمل بوكسة وليس مواسير المواسير بتتهدم بعد ايام بسيطة مش سينية انا بشكر حليكو السيد محمد يعني دي يعني بالتالي نقدر نعمل عليها مية وخمسين محيل تجاري فوق التغطية نعم تفيد الشباب كل شاب عاطل ياخد له محيل على ظهر السقف نعم بنعمل عليها بالاتفاق بالجهود الزاتية نعم بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالتنسيق مع مجلس المدينة نعم بالتنسيق مع المهندس محمود زايد باللمجهود الزاتية برضو ويده ممدودة في الخير دائما اخيرا انا بشكر قناة الحياة المتجولة دائما وابدا في قراء نعمل بنشكر حضراتكم ونتمنى بتطبع مصب الكامل كل المشكلات انا بشكر حريكو السيد محمد عذرا لديك الوقت انا بشكر حضرتك لو ارجع الحريكو السيادة النائب اللي السيد محمد تحدث عن ترعة البارد اللي بتخدم حوالي 6000 فدان زراعي يعني وبعض المطالبات للوزير الرأي ممكن يكون دور النائب في يعني هذه النقطة ايه في مياه الرأي هو الحقيقة اللي الترعة اللي بتكلم عليها الاخ محمد ترعة البارد دي مرة على قرية الخضرية وانتا دايما عارف المجار المائية المرة بالقرى بيوبا فيها التلوث وفيها زبالة بتترمي ودي طبيعة احنا تعودنا عليها في جميع المجار المائية في جميع بلاد مصر دي مشكلة واتكلمنا مع معالي الوزير شوفوا لكم حال فيها احنا عارفين السلوكيات الناس هي اللي ضرب الموضوع فقلت له احكاون جهاز اعلامي يواعى الناس انا ما ترميش زبالة في الله دي رمي الناس زبالة في المجار المائية بتاعتنا اللي ربنا حابها لنا دي مشكلة طيب عوذر المقاطع بس هسأل بس حريك شايف انتشار القمامة سببها فقط السلوكيات المواطن يعني المحافظة والاجهزة المحلية اي مبدورها في هذا الموضوع وهو انتشار القمامة لا ما هو فيه نقطة عشان نستوضح هذين ما هو يعني الاهالي بيعملوا مشاكل في موضوع الزبالة انت المفروض كجهاز تنفيذي انت بتعالج المشكلة دي بتعالجها ايما بالاعلام والتوعية يتعالجها بالازالة يا ما تتسبش كده يا بتنفيذ القوانين ما حدش يعمل ماه برضو لاجهزة تنفيذية علامة مسؤولية انا راجل بغلط اتحاكز اتحاسم على الا الا يعني القانون موجود بس تنفيذ القانون ما فيش تنفيذ في موضوع الزبالة ناس بترمي زي ما عايزة وخلتنا نكلم الوقت واني طلبت من معالي الوزير في التلوث لان انا راجل بتكلم في مشكلة عامة مش خاصة دلوقتي كل المجار المياه نسبة عالية فاهم للتلوث انا نطلق تكون جهاز خاص بالاعلام ان بدل الفضايات دي مع ما تشتغل كورة وتشتغل التوق شو تشتغل توعية للناس نفرض على كل قناة فضائية ساعتين توعي الناس ازاي تحافظ على ميتها وهيش مهيش يعني لغراتمات يعني زي احنا ما خلين الناس فاهمة في الرياضة من الالف للبيل خلينوا يفاهموا في السلوكيات معنا حدانا فضايات نسبة عالية شو بير قاعد من القناة من اول الاخرها وقصة معيدا عن ذكر اسامي اي حد خارج نطاقنا يعني هنستكمل بطبع حوارنا وبعض مشكلات وبعض مطالب اهالي دائرة تهيهية والابراهيمية لكن بعد فاصل قصير مشاهدين الكرام فاصل قصير ونعود مرة اخرى ابقوا معنا مشاهدين الكرام مشاهدي عين على البرلمان اهلا بكم مرة اخرى ومستكملين حوارنا مع النائب المهندس محمود زايد شحاتة نائب دائرة هيهية والابراهيمية بمحافظة الشرقية وبعض من ضيوفنا الكرام من اهالي هذه الدائرة لاستطلاع بعض المشكلات هنا في هذه الدائرة برحب بيك مرة اخرى سيت النائب برحب بيك انت ونورت الدائرة ومنشكرك على اهتمامكم المواطنين لو هنستكمل حوارنا مع حضراتكم يعني ونستطلع احدى مشكلات هدية او هذا المركز برحب بحضرتك ولو هنستطلع هذه المشكلة حسن العناني عمدة قرية الترادية مركز البرلمانية شرقية اعلم حركة عمدة اعلم بيك فاند فيه الطلب اللي هو المطلب اللي انا بطلبه اللي هو بيعتبر على مستوى الجمهورية اللي همنا او اللي هم الدولة اللي هو الامن المواطن اللي هو الامن الاجتماعي الامن الاجتماعي الامن الاجتماعي اللي هو العلاقات بين الناس او بين البشر ده بيصب فيه الامن العام نعم فكان السيد وزير العدل كان صدر قرار كان فيه سجل محطوط في قلم كتاب المحاكم الابتدائية اللي هي موجودة في المراكز هذا السجل كان مخصوص على أساس أي جلسة عرفية محضر جلسة عرفية طبعا الجلسات العرفية والقضاء العرفي بيحل مشاكل يمكن تفوق المشاكل اللي بيحلها القضاء فكان السجل ده كان في خلال 15 يوم المحضر بيروح يسجل في السجل ده في المحكمة وبعد كده بيعتبر الأشخاص اللي هم الطرفين اللي موجودين في المحضر بيروح يطلع صيغة تنفيذية بتاخد نفس صلاحية الصيغة التنفيذية بتاع الحكم القضاء الحكم القضاء نعم الحكم القضاء نعم لو نتحدث طيب عن المشكلة أو المطلب اللي حاليك ممكن تطلبه بالسجل النائب فهو في الحالة دية السيد وزير العدل ألغى هذا السجل ما بقاش موجود في توثيك في المحكمة للجلسة العرفية لا مش موجود وده أضعف التفعيل الجلسات العرفية أنا عن نفسي أنا طلبت هذا الطلب من غالبية السيدة النواب على أساس أنه هو يطرحه هذا الطلب في مجلس النواب ولكن حاليا أنا بطالب السيد وزير العدل نعم نظرا لأهمية هذا القرار طيب أنه هو يصدر هذا القرار ويعيد السجل مرة أخرى علشان تفعيل الجلسات العرفية لأن الجلسات العرفية بتحل مشاكل كتيرة على مستوى جمهورية مسارة أو توثيقها في المحاكم مشاكل عام يعني ده اللي حاجة تتحدث السجل دوت بيبقى موجود في ألم كتاب المحكم نعم أنا بشكر حقيقة أستاذ حسن لو أرجع حقيقة سيئة النواب في هذا الموضوع أستاذ حسن يعني يعني يرى أن القضاء العرفي أو الجلسات العرفية يعني لها دور كبير ومفيدة جدا في إصلاح كثير من التنازعات بين العائلات يعني في بعض آخر يعني خليني أطرح هذه وجهة النظر غير موجودة في بعض آخر بيرى أن يعني لا يجب أن يكون لمثل الجلسات العرفية وجود يعني ويجب أن ينفذ أو دولة القانون يجب أن تنفذ بكل حزافرها أو القانون يجب أن ينفذ بكل حزافيره يعني شايف الموضوع إزاي؟ وشايف مطلب الأستاذ حسن بإعادة تفعيل الجلسات العرفية وتوثقها في المحاكم شايف إزاي؟ هو العام ده حسن نتكلم في موضوع قضائي أنا شخصيا يعني هو مش عرضه علي قبل كده هو لو عرضه علي بنعمل فيه مذكرة وندريسه في مجلس النواب وطبعا المجالس العرفية دي موجودة ومستمرة ولها فوائد كبيرة وبتحل وبتخفض ضغط عن الأمن والشرطة ودي حاجة معترف بيها مش لسه حنقولها وحضرتك شاركتها قبل كده في جلسات عرفية كمثل بعض النواب اللي بيشاركوا في جلسات عرفية يوم شغال وهو يعني بيكلم روحه لأنه هو المرتب بتاعك خفيف تاع الدولة وهو عمال فاتح المضيفة وعمال حي المشاكل ومع لش يعني احنا حنعرض موضوع المجلس الشعب نعم ما شغال نعم طيب خلينا ننتقل إلى مشكلة أخرى من مشكلات أهالي هذه الدائرة دائرة هيهية والإبراهيمية لو يعني أخد مشكلة أخرى أتعرف على حضرتك ولو نستعرض المشكلة بتفاصيل أكتر الشبراوي صديق إبراهيم أعلى محرك صديق إبراهيم مدير مدرسة شهيل للتعليم الأساسي طبعا هتكلم في تخصصي التعليم اللي هو الملف اللي بيؤرق الدينية في الكامل دماغتي ملف التعليم أنا طبعا عرف حضرتك فهتكلم في نقاط محددة ويعني خلينا بالطبع يعني بتفاصيل أكتر في الإبراهيمية وهي هي في الإبراهيمية وهي أول ملف هتكلم فيه هو ملف عدالة توزيع المعلمين والعمال والإدريين أولا فيه يعني كسافة كبيرة ردا من المعلمين وبيأخذوا أقل من نصابهم في قطاع مباشر وده لسبب ما النائب يعني النائب المكان مبوضي قبل كلمة في القطاع ففيه تكدس من معلمين ومن عمال وبالتالي هذا التكدس طبعا بيجي على حساب مين على مناطق أخرى وقطاع كفرنج والعزب اللي حوالي طبعا هناك النصاب تلاقي المدرس خمس حصص هنا ثلاثين حصة وخمسة وتلاثين حصة طبعا ده بينعكس على أن أداء المعلم ما بيديش خلاص هو ليه طاقة نعم وأخذ بالحضرتك شايف أن الطيب سبب يعني عادة موجود عدالة في التوزيع ده شبب سبب يعني بعض الوسطات طبعا وسطات وده يعني مشكلة قائمة من عشر سنين تاني نعم ولا المدرس أو العام اللي ممكن يجيله التكليف بهذه المنطقة أو بهذه المقرية ممكن ما ينفس هو بيطلع نشرات وبعدين بتلغي تاني يوم لأنه هو ليه وسطة نعم وده بتؤثر على العملية التعليمية بشكل كبير جدا في قطاع كفرنج نعم خلاص طبعا بيشمل قطاع كفرنج بالعزب الحياة التانية المشكلة اللي أكبر وده بتأثر بشكل كبير على العملية التعليمية إن أنا عندي معلمين والدولة شباب المعلمين وشباب العمال نعم اللي هما بيقوم عليهم فعلا لعملية التعليمية إن أنا عندي أغلب الناس شغلها بالعقد من 3-4 سنين وده مرتبه 68 جنيه وفتح بيت طب ده حيديلي إزاي ده حيديلي إزاي واخد بال حضرتك هو في هذه الحالة بيلجأ للدول لما بيقصر أنا لما بيقصر بحاوله التحقيق يقول لي إيه المشكلة أنا بياخد 68 جنيه حتديلي 3 أيام بربعة خمس جنيه مش هترفع معي وحسيب المدرسة هواتلي عشتغل برا نعم واخد بالك في حاجة مهمة جدا معلش بعد إزاي حضرتك شوارد ريفا إن الدولة قضت على الإرهاب في المساجد ودي قنبلة موقوتة ما اللي بقول له حضرك بحذر من خلال عملي وخلال احتكاك اليومي إن في معلمين تابع الجماعة ومكلفين بشكل ممنهج بغسيل مخ الأولاد وخصوصا في رحلة التعليم الأساسي نعم واخد بال حضرتك نعم والأولاد دول قنبلة موقوتة يعني أخطر من القناة باللي بتتفجر نعم أنا بشكر حضرتك واخد بال حضرتك أنا بشكر حضرتك ولأوحد أخد من حركة تعليق سيادة النائب وستش شبراوي يتحدث بالطبع في ملف التعليم عدالة في التوزيع في مش موجودة يعني رواتب المعلمين قليلة جدا يعني فهتخلي يعني هتخليك ما تقدرش تسأل المعلم أنت ما يعني ما قصرت ليه في أداء واجباتك أيضا تالت نقطة يعني بعض عناصر الإخوان لسه متواجدة وخاصة بين المعلمين وبتغرز سمومها بين الطلاب طب يا ريت تاخد مشكلة لوقاف وارد على اتنين مع بعض الأخ غريب هيقول مشكلته يعني خلينا كل مشكلة طيب على حدة علشان بس الأستاذة هو بالناسبة للتربية والتعليم دي مشكلة المنظومة دي عايز علاج والدولة فعلا والرئيس طلب تنظيم التربية والتعليم لأن التربية والتعليم أو نظام التعليم في مصر إحنا كل سنة نقول غير السنوية سنة نجيبها من سنة تانية نسبة تالتة وما بنعملش حاجة في منظومة التعليم منظومة التعليم والصحة ومنظومة التعليم أساسا هي هي يعني قاطرة التنمية يعني بنشتغل بشكل علمي في التعليم في الزراعة في الصناعة في المفروض أن التعليم ده هو اللي بيعلم الدنيا كلها فمع نظومة التعليم لغاية دلوقتي مش عايزة توصل للأمثل متأخرة ورأس مهتم بيها تماما وإحنا عايزين نغير منظومة التعليم بما فيه نساعد على التنمية ونساعد على العنصر البشر يطلع مسقف كويس ويطلع عنده تقنية عالية في التعليم والصناعة والزراعة دي مشكلة في البلد من زمان بنتورسها يعني لو أرجع طيب للنقطة الأستاذ الشبراوي حريك لم تعلق عليها بعد هل رصدتها ولا أول مرة يعني اللي هي بعض المعلمين من الجماعة العربية جماعة الإخوان هو المنظومة مش عايزة يعني التريع في حتة دي تغيير دي ودي تغيير دي دي منظومة كاملة عايزة تتغير التعليم دي عايزة تغير خالص لغد دلوقتي احنا احنا رجعنا عن التعليم يعني راجعنا عن التعليم اللي بقاله تلاتين سنة احنا ناس تتقدم واحنا رجعنا أكتر احنا كنا زمان بنتعلم كويس كنا نحترم المدرس دلوقت المدرس مش عارف التلميذ يحترمه ما هديه من التعليم عايزين احنا كنا زمان المدرس نمشي كده نمشي ما نقابلوش دلوقت اللي الطالب يمشي المنصر يشتهمه ننتقل الى مشكلة اخرى او مطلب اخر من مطالب اهالي الدائرة يعني اتعرف على حضرتك ولو هنستعرض هدي المشكلة بتفاصيل اكثر اتفاضل فهم غريب عبدو غريب من كفر وديه المشكلة اللي حدنا مشكلة الاوجاب يعني احنا جاعدين دلوقت في بيوتنا بنينا وجاعدين فيها بالاجار يعني ندفع ايجار في البيت اللي احنا جاعدين فيه زي اللي جاعد في الزمالك وفي الموانتسين يعني يعني بتطلب ان حضرتك وتتملكوا هذي البيوت والاراضي هو ملك حدانة في العزب اللي تابع للقرية قرية كفرة بوديب ملك في السطايحة وملك في عزبة شهين باشر وفي المهادوة تابع برضو كفرة بوديب يعني ملك في بعض القرى وقرى لا عزب تابع للقرية اه ملك في بعض العزب نعم اه والقرية حرمها من التمليل اه وبالتالي بيرفع الاجار سنوي بالبعث يعني كان السنة دي بمية السنة الجاية بمية وستية نعم هو بدأ باثنين جينيه بدأ باثنين جينيه الجرات الزراعي ده الكلام ده يعني يرجع لأعوام عديدة طبعا أعوام عديدة بدأوا باثنين سنة ممكن يكون بدأت ونتو وهو اصلا هو اللي احتالها من هيئة الاصلاح الزراع الارض دي كان ملك الهيئة الاصلاح الزراع هيئة الاوغاف وضعت يدها عليها نعم من هيئة الاصلاح الزراع وقبل كل دوت المواطن وضع يد على الارض ايضا وخدها بطريق المراس طيب هل في تقنين لأوضاعك دلوقتي نعم من جدود وهو جعد عليها يعني من جد وتقنيل الوضع بدفع الليجار الشهري الشهري والسنوي بعد الوقت احنا جاعدين في ارضنا باليجار وبالتالي الارض الزراعية بيرفع دايما الطاق تاجين الطاق تاجين على طول بدأت من اتنين جنيه لغاية مية وستين جنيه طيب لو هتطالب سات النقب المهندس محمود الشبحاتة في هذا الموضوع هتطالبه بايه اطالبه بتمليك البيوت بتاعت الاهالي بتمليكه اسوة بالعزب بتاعت اللي هي تابعة للقر بالعزب لكن بعض القرى لم يتملك وتخفيض الاجار في الاراض الزراعية بالقيمة الاجارية عالية جدا طيب بمشيها حسب الاصلاح الزراع بشكر حضرتك بشكرك استاذ غريب على هذه المعلومة ارجع حضرتك هل القانون تشايفون محتاج بعض تعديلات فيه ولا القانون زي ما هو بس يعني الهات تنفيذه ولا يعني المشكلة بالفعل هي مشكلة كبيرة جدا هي القيمة الاجارية عالية على بعض الفلاحين والاهالي الساكنين هذه الاراضي هو اشوف بقى يا مشكلة الاقواف في كفر دي مشكلة عايزة حل مش عايزة بقى ان احنا نقعد نشتك في بعض الاقواف والاهالي وهو الاخر الهالي دي معاهم الارض دي المبنية واعدين فيها من الاف السنين طلت ارض اقواف طيب يا اقواف بيع له لانت حطراته من بيته هتقول دي ارض ارضك يا سيدي ماشي نباحة اشتريها منك بالفئة التقدرية السايرة في المنطقة هو ما بعطرتش في حاجة الناس دي بتطالب كتير كده محدش بيسمع عنهم هم عايزين مشاكل بس يروحوا محاكموا واشتكوهم واوة والاخر انا حقابل وزير الاقواف واشوف الموضوع دي ولازم يحلوا والناس مش ممنع تشتري لتحت ديها وتخش خزنة الدولة بدل ما عملين نصرب في المحاكم ايه المانع يعني والناس عادها استعداد لانو يملك حطته ومواجهزين مش حيملكها ملق اهو قاعد فيها حيمشي يسيبها ملوش غير هوا انولد فيها مش ان هو وضع يده عليها مستقبلا ومتاع نقوله ازاي وضعت يدك ده هو التولد فيها اهل وجده وهو الاخر ودي معروف واحنا فجأنا ان دي تلات ارض اوقاف تطلع مرة يقولك دي ارض اصلاح طب الرجل المواطن ماله احنا دي مشكلة هنعمل بها طلب حاطة في المجلس ودي مهمة وملحة تماما وهنكتب فيها طلب حاطة موقع مني وموقع من اهالي المنطقة وقبل ما عمل الطلب اللي حاطة انا هروح لوزيره الاقاف وقوله يريد تصدق قرار بالناس تتملك الارض ودي مش مش مشكلة ولو حاولت انه هروح لجهات اعلى هروح لجهات اعلى ده احنا بنحل مشكلة البلد والمواطن يعني انا خلينا اسألك بشكل عام طيب مشكلة اراضي الاوقاف في محافظات الجمهورية يعني بصفة حركة طبعا يعني بصفة حركة البرلمانية يعني شايف رؤية عامة او حلول عامة لهذه المشكلة ممكن تكون غير يعني بالطبع بشكل عام يعني لا هو دلوقت ازا ما قال الاخ غريب الناس اللي لها علاقات خاصة في عزبة بشتروا يروح هناك والنبي معليش شامل معروف تش عارف ايه و ايه النظام وبتاع اشتروا زي ما قال لك كده دول كده كتير كده محدش سامع كلامهم محدش ببع لهم فدي كل حاجة جايزة تحرك فيه وان شاء الله بازن الله حخليك تشتروه لان انت حتدفع فلوس للبلد بنت مش حتاكل ارض البلد وإحنا بنحافظ على منتلكات الناس ومنتلكات الدول وده لصالح للكل وان شاء الله هنوفق فيه بإذن الله طيب ننتقل الى محور اخر او مطلب او مشكلة بتعانون منها هنا في كأهالي قرية اتعرف على حضرتك ولو هنستعرض المشكلة بتفاصيل اكثر اسفضل فيك رحيم شوجل عسال اهلا مهارك فتا الشارك الادارة المحلية هتكلم فيها كفور نجم دي القرية الام نعم تضم قرية الخضرية بتوابحها كفر ابو الديب وتوابحها الطراضية وتبحها تعدادها خمسين الف نسب نعم تمام نعم بالنسبة للقرية الام فيها خدمات اه للمواطنين كل الخدمات اه بالنسبة لمركز الشرطة بقى طالب مركز الشرطة ان في ان مركز الشرطة هنا في قطط ارض مخصصة يعني لا وجود لمركز الشرطة في كفور نجم اه نقطة شرطة موجودة جديدة موجودة نقطة شرطة بس اخترنا لها حددنا لها مساحة ارض عشان تبني عليها مركز شرطة جديد مركز مش نقطة بل نقطة شرطة جديدة نحوالي النقطة دي لمركز فيها لما اخذها المطافي تضم بعض الخدمات كل ايتها في الشرر مركز الشرطة فتعة الارض متأجدة؟ خصاصة موجودة تم تخصيصها؟ تخصيصة فعلا ورئيس النائب سيادة النائب عارف الترنت نعم تمام؟ الوحدة المحلية دي الكفور نجم فيها لما اخذها اغلبها ان التجار كبتار وحدة لها قيمتها بقى طالب وجهة نظري ان الوحدة المحلية دي الكفور نجم يعني مش قرية تب مدينة تضم تب مدينة مدينة علشان تعدادها تعدادها خمسين الف نسمة توازي تلت المركز انا بشكر حريكو سيد شوئي انا اخد تعليق من حضرتك على كلام الستاذ الشوئي بيطالب بتحويل كفور نجم بمدينة كاملة يعني هل فعلا الخمسين الف نسمة او كفور نجم تحتاج او يعني ليها من القيمة انها ممكن تكون مدينة بالفعل؟ لا هو يعني هو راجل بيتمنى ان اي عزمة تب مدينة واي قارية تب مدينة هو بيتمنى كده وكل واحد بتمنى يوصل الى الامس الى الاعلى ودي طلب مشروع ليهم بس احنا هنقدر نفذه زي ما احنا المركز على البقى اتنين كيلو خليني طيب قبل مختب مع حريك اسأل حريك سؤالك يعني وفقا ليه بعد تصريحاتك الصحفية خلينا نتأكد من هذا التصريح ومدى اهميته لو كنت حريك صرحت به بضرورة انشاء اسواق مجمعة تحت اشراف الغرفة التجارية يعني لتوفير العديد من السلع الغذائية اللي ممكن تكون متنقصة هنا في دائرة دائرة مركز هيهية والابراهيمية يعني رؤيتك لهذا المشروع واليات تنفيذه مشروع الاسواق المجمعة هو الناس بتعاني من زيادة الاسعار زيادة غير مبررة بمعنى هو دلوقتي غلبيت التجار بياخد المواد الزراعية بيبيعها باطعاف للمواطنين يعني مواطنين مع مواطنين بهي دي زيادة الاسعار طيب ماشي يعني عتيت بص تلات تجار الموجودين نسبة عالية منهم ياخد الكيل الكوسة ب2 جنيه بيقع ب5-6 جنيه ونيجي نقول زيادة الاسعار والدولة فين وأول اخر لكن احنا هو ده اللي بيبيع ده مواطن واللي بياخد منه مواطن ودي أزمة موجودة دلوقتي حاليا والدولة عمالة تعمل سلسلة محلات على اساس تقلل من جشع بعض التجار حلو كده؟ طيب ماشي بدأوا يستخدموا السلسلة دي في المواد الغزائية المحفوظة لكن الراجل عايز البطاطس وعايز الملوخية وعايز الكوسة وعايز الفصولية وعايز الطماطمة المواد الزراعية اللي هي اللي بتستخدم للاستخدام اليومي دي مبالغ فيها تماما من التجار الموجودين في الشارع فاحنا بنقترح ان نعمل أماكن وشوادر خاصة من تيجي من المنتج تنبع للمستهلك ونطلع الوسطة الوسطة اللي تزواده السلع 300% احنا بنقترح كلام ده مش عارفين نفزه وهو المنتج هو بيكلم نفسه بيبيع الحاجة بلاش تيجي في السوق تلاقيها أربع أضعاف تيجي تقولك اصل الدولار الدولار مال ومال كوسة هل ترى ان الرقابة محتاجة ان تشدد أكثر ام يعني ام ان كل وزارة كوزارة التموين او وزارة الزراعة محتاجة رؤى وحلول جديدة هو وزارة الزراعة بتنتج ووزارة التموين هي المنوطة بالتنظيم المواد التموينية انا بطالب وزارة التموين انه يعمل سلسلة للمواد الزراعية بش المعلبات الموجودة والزيت والصابون والكلام من ده اللي تروحت لها مرصوصة على الرفارف تمام الفلاحة والغلبان بروح السلسلة دي يعمل فيها حاجة تحدث عن مواد او منتجات زراعية مواد الزراعية للاستخدام اليومي المواد دي وزارة التموين يشوف لكل مركز يعمل فيه يعني نسبة من المتاجر الكبيرة البحيث انه يعمل تنظيمه عزة دراسة المنتج يجيب هنا وياختح سابه المنتج ماكسبش حاج ولا بيستفيد حاج اللي بيستفيد الولاد اللي قاعدين في الشوارع بالافصين الطماطم والبتاهم اللي بيستفيد نتمنى بالطبع انتصل رسالة الحريك دي الى وزارة التموين وانا هتناقش معا برضو انتحت الظروف لان هي دلوقتي كل الدنيا ماشية معدل اسعار ايه هي الاسعار التجار بتغلي على المواطنين حل الموضوع ده يقولك اللي بسلسلة معلبات انا مال ومال معلبات طيب انا بشكر حريك طبعا في نهاية حوارنا اللي بنتمنى انه يكون مثمر لجميع السادة المشاهدين بشكر حريك سيادة النائب بكنت معنا ضيفا في عين على البرلمان انا بشكركم تماما وانتو شرفتونا وبرنامجكم برنامج ممتاز احنا بنعتز به وبنقابلكو به كويس والحمد لله انت حطيتو ايديكو على حوالي 70% ممكن معظم الناس عايزة تعرض مشاكل وانتو حددتوها يعني كده فما علش يعني اللي ما تكلمش وما عرضش انا اعرض مشكلته فانا بشكركم تماما وانتو شرفتونا ودايما لقاتكم مسمرة والدائرة كلها بتشكركم احنا بالفعل جولتنا مستمرة في يعني جميع محافظات الجمهورية ودوائر الانتخابية بمحافظات الجمهورية مشاهدين الكرام كان هذا اللقاء انا مع النائب المهندس محمود شحاتة زايد نائب حزب الوفد عن دائرة هيهيا والابراهيمية بمحافظة الشرقية اشكركم على كرم المتابعة كنت معكم محمد بهاء وفي رعاية الله اشتركوا في القناة